هعملين ايه؟ انا ميز اسرق للناس اللي اول مرات تسمعلي في الفيديو ده هناخد مع بعض لسن 4 وهو ده يعني الاهمية بتاعت السونلايت وضوء الشمس انا محتاجة السونلايت او الكائن الحقيقة عموما بيحتاجة السونلايت كلي ده سهل جدا ومهي وناخده واحدة واحدة مع بعض اول حاجة بيقول لي ان السونلايت هو necessary for the living organism ان السونلايت دي حاجة مهمة جدا جدا وضرورية لكل living organism دي زي اجزامبل على بيقول لي البلانت النباتات احنا عارفين من لسن اللي فات ان البلانت بيعتمد على السونلايت اعتماد كلي فان هو يعمل الفود بتاعه احنا مش بنحط للبلانت اكله ويقوله ونقوله وتفضل اكل لا احنا هو بيعتمد على نفسه ان هو ياخد السونلايت من الشمس وياخد الكاربون دايكسايد من الجو وياخد الواتر والسالت والمانيرل وكل الحاجات اللي موجودة في الصائل بياخدها ويصنعهم مع بعض جوه حاجة اسمها green plastids او كلورو بلاست اخذينها المرة اللي فات في اللاسم اللي فات ويحولهم مع بعض الاكل اللي هو بيتغز عليه يبقى انا كده البلانت من غير السونلايت هو كده مش هيقدر يعمل الاكل بتاعه فانا بالنسبة لي البلانت بيعتمد بشكل اساسي ورئيسي على السونلايت ودي اول حاجة تاني حاجة عندي وهي الانيمالز الانيمالز بتعتمد اصلا على البلانت في اكلهم هو انا عندي لو مفيش بلانت الانيمال هيكله ايه؟ بالنسبة لي برضو السونلايت مفيد للبلانت وبرضو البكتيريا والفونتس هما برضو بيتغزوا على الدي انايمالز والبلانت كل دي كائنات حاجة بتعتمد على السونلايت في يومها وما ينفعش ان احنا اصلا نعيش من غير سونلايت اه دي كده كانت زي مقدمة كده للدرس بتاعنا نبتدي بقى ندخل في درسنا بيقولي الليفينج وارجانيزم اللي عايشين معنا احنا صنفناهم اكوردنج تو اللي طريقة التغذية انا السمطوم عندي لتلاتة ايه هما لتلاتة دول اول حاجة عندي اسمها بروديوسر اسمه ايه؟ بروديوسر يعني ايه بروديوسر؟ بروديوسر دي معناها كائن منتج وهنتكلم عنه بالتفصيل تاني حاجة عندي اسمها كونسيومر كونسيومر يعني مستهلك نمبر سي عندي وهي او تالت حاجة عندي وهي وهنتكلم برضو عنها بالتفصيل الكائنات المحللة نتكلم عنهم بالتفصيل وناخد مع بعض اول حاجة اول حاجة هتكلم عن البروديوسر من اسمه كلمة مونتج الكائد المونتج الكائد اللي هو بيعتمد على نفسه في ان هو يصنع غذاءه بنفسه مش بيعتمد على حاجة تانية ان هو يتغذى عليها هو اللي بيصنع غذاءه اللي بيكله بنفسه ما بحطش قدامه واكله ويقوله تفضل كله لا هو ده اللي بيصنع غذاءه اللي بيتغذى عليه او ما بيروحش يأكل حاجة تانية عشان يتغذى عليها لا هو بيتغذى بنفسه فقال لي they are living organism ممكن اقول عليهم producers او autotrophic autotrophic معناها غذاتية التغذية يبقى انا يقول autotrophic او اقول producers قال لي هما دول living organism that can make their own food by food to sense process يعني هما كائنات حية هما دول اللي بيعملوا اكلهم بنفسهم في عملية اسمه صح كده صعب كده الكلام ده طب انا عايزة اجزامل على الكلام ده قال لي كل ال green plants اللي موجودة كلها اصلا بتعمل food sense process وكلها بتعتمد على نستانية تعمل it's all food وكمان عندي شوية types من البكتيريا برضو بتعتمد على نفسها ايه هي بقى الفوتو سانس بروسيس اللي انا عمالة اتكلم عليها عايزة افهم بقى هي ايه فوتو سانس بروسيس دي و ايه اهميتها قال لي it's a biological process هي عملية حيوية take place in green parts بتحصل في ال green parts في ال green parts اللي هم اللي في الاجزاء اللي هنها اخضر طب ليه قال لي عشان البلانت يقدر يعمل its own food يبقى ثاني مين هي الفوتسانس بروسيس قال لي هي biological process that make take place بتحصل in the green parts بتحصل في الورقة الخضرة بتاعت البلانت والبلانت فيها بيقدر يعمل own food اكله بنفسه طيب ازاي دي بتحصل اللي البروسيس دي بتحصل in the green part احنا سألين اهو بتحصل في ال green part وخصوصا في ال leaf في الاجزاء الخضرة بتاعت البلانت وخصوصا اللي موجودة في ال leaf في الورقة طيب ال green part الاجزاء اللي هنها اخضر دي بتحصل بتعمل ايه قال لي the green leaf of plant absorb sunlight بتمتصر sunlight of bichloroplasty انا عندي اتفقت معاكم من الدرس اللي فات ان انا عندي ال green leaf الورقة بتاعت البلانت الخضرة دي ليكون جواها green plastids وظيفتها ايه قال لي هي دي اللي بتنتصر sunlight من الشمس هي دي تاخد الاشاعة بتاع الشم plus ان هي كمان give the plant its green color هي دي اللي بتدي البلانت اللون الاقدر ايه يعني انا كده ال green leaf فيها حكتي اول حاجة فيها chloroplast او green plastids ال green plastids دي بتعمل حكتي اول حاجة عندي اللي هي absorb ابسورب ازاي sunlight بتنتصت ال sunlight وكمان give the plant its green color وبعدين خلاص اخذت ال sunlight ايه تاني قال لي البلانت روت بقى الروتس اللي موجودة في الارض متفونة في الارض دي بتعمل ايه قال لي هي دي absorb water بتاخد كل الواتر والمانيرولز والسالت كل حاجة موجودة في الصيل بتاخدها توصلها ليه الستام and the leaves يبقى the plant root absorb water وكمان المانيرول المانيرول صوت الاملاح اللي موجودة في الصيل وده اخدها توصلها للستام الستام ده هو الجزع الاخدر واللي بزول ورعه يبقى انا حد دلوقتي اخدت حاجتين ان ال green leaves الواتر الاخدر ده absorb sunlight طب والروت الروت بتنتص او بتاخد الواتر والمانيرول بزول الاملاح اللي موجودة في الصيل توضيها للستام للجزع الاخدر طيب ايه كمان قال لي كمان الورع الخضره دي برضو هي كمان absorb carbon dioxide بتاخد ال carbon dioxide gas from the air بتاخد ال carbon dioxide بتاخده من الهواء طب و بعدين قال لي كل الحاجات اللي اخدتها المانيرول والواتر وال carbon dioxide وال sunlight بيبقوا react together react together يعني بيتحدوا مع بعض بيتخلقوا كده مع بعض عشان ينتاجوا فود دي طلعوا فود الفود ده بيكون start of sugar يعني هي نشويات او نشا او sugar and oxygen gas بصوا هنا كده معي على الرسمة هي اخرت ال sunlight واخرت ال carbon dioxide واخرت ال water وطلعتلي sugar and oxygen والعملية دي انا بسميها the photosense process حد هنا بيتهيقلي الدرس جميل وخفيف تعالوا نكمل بعد كده the importance of the sunlight انا دلوقتي هنا جبت 2 plants number A و number B وابتدت ان اخلي number A كده متعرض لل sunlight وجميل كده number B رحت مغطيه بكيس كده بلاستيك وعملت له ثقوب كده عشان ال air يدخله او carbon dioxide يدخله ال sunlight بقى هي necessary for the plants مهمة جدا ال plant make their own food by photosense process لان انا عندي بعمل بيها الاكل بتاعي بال photosense process so the sun is the main source of energy to the plant يعني انا من غير ال sun هي بقى صعبة على ال plant ان هو يعمل photosense هو ده ال main source هو ده المصدر الرئيسي دي لو ال sun مثل وجوده هيموت مش هيقدر يعمل photosense طيب هلا بيقول لي give reason the potted plant inside the houses ال plant اللي انا حطوه في ال houses should be direct to the sunlight لازم ان انا اخليه directed يعني على طول يبقى direct ناحية ال sun light ليه؟ قال لي because the sun light the sun light is necessary for the plant ال sun light ده ضوء الشمس ده حاجة ضرورية جدا لل plant to make their own food by photosense process عشان يعملوا اكلهم بنفسهم في photosense process طيب عندي بعد كده بقى احنا اتفقنا من شوية ان انا قلتلكون الفود اللي بيعملوا ال plant بيكون فيه starch بيكون فيه نشويات طيب انا عايزة اعمل experiment ال experiment دي تثبتلي انه انا عندي starch ان انا عندي نشويات موجودة جوا ال green leaf طيب هعمل ايه؟ هنقولها كده مع بعض سريعا وبعد كده هوريها لكم فيديو كده لطيف اوي هياجبكم اول حاجة بيقولي ان انا هجيب كده الليف بتاعتي الورقة ال green leaf بتاعتي الورقة الخضراء بتاعتي دي واحطها جوا piled water اللي هو مية مغلية هحطها بيها 30 ثانية ثم بعد كده هطلحها احطها جوا مادة تانية اسمها ايصايل الكحول اللي هو الكحول اللي موجود هاخد الورقة دي من وحطها جوا ايصايل الكحول طب ليه انا بحطها جوا ايصايل الكحول قالي عشان اتخلص من ال green color بتاع الورقة عايزة اخليها لون هيتحول من ال green color احوله لي يلو يبقى انا كده اول خطوة بحطه في بعد كده اخدها من وحطها في ايصايل الكحول ايصايل الكحول ده بيحولي من ال green color لل يلو color حد هنا في اي مشكلة انا خدتها وحطها في ايصايل الكحول واتحولت لل يلو color زي ما انا شايفها كده هعمل ايه قالي هبتدي بقى ان انا اخد الليف دي من الكحول اخسلها كده بالراحة بالووتر طب وبعدين قالي هحط عليها sun drops of iden solution chemical substance اسمها iden solution هجبها وحط عليها كده على الورقة drops كده نقط من iden solution وهنشوف ده دلوقتي مع بعض انا هنا قبل ما اريكو الفيديو انا كده عشان اتاكد ان انا عندي starch جوال leave plant leave must pass in full liquid عشان اتاكد ان هي جوها starch عديت الورقة دي الاربع على 4 liquid اول واحد هو الماء المغلية بعد كده ethyl alcohol ethyl alcohol اللي هو احنا قلنا عليه بنحطه جوه عشان نخلي لون حياله ثالث حاجة وهي water رابح حاجة وهي iodine نشوف مع بعض experiment دي سريعا experiment اهي اول حاجة اهو جايب لي green plant والووتر و ethyl alcohol والiodine تعال ونشوف مع بعض هو هيعمل ايه اول حاجة هيولع لي هنا عشان يبقى عندي pined water عشان يحط الماء تغلي عليها عادي جدا اهو بعد كده احط في pined water الماء دي هحط جواها green leaf لمدة 30 seconds ثلاثين ثانية بالضبط بعد كده هطلحها احطها جوه ethyl alcohol هحط عليه هو دلوقتي ethyl alcohol نشوف مع بعض لاحظتوا على طول انه اول محط ethyl alcohol هنا الورقة لونها على طول بدأ يتغير وبدأت انها تفقد اللون الاخضر ان هو الحلوة بتاعها ده بدأت على طول انها تتغير لو نلاحظ على طول ده حصل اهو هو كده بيغمسها جوه ethyl alcohol هيحطها تاني في pined water عشان يعني يصرع الموضوع ويخليها تفقد اللون الاخضر بتاعها بسرعة اهو بصوا اللون الاخضر طبع خالص من green leaf خلاص اتحولت لونها دبل لونها من بعد مكان اخضر كده حلو بقى اشهة خلاص بقى لونها قالب على دبلان بقت يالو اهو هيحط على الورقة دي بعد ما خلاص ما دبلت كده ولونها تحول من green لليالو هيحولها او هيحط عليها الايودين الايودين اهو هيخلي لونها يتحول من اليالو ده لحد blue هنشوف ازاي مع بعض دلوقتي ومستو الورقة تحولت خالص بقيت عاملة ازاي بقى لونها blue غامق قوي كده فقالي نتيجة ان هي blue ده اللون ده دليل على ان انا عندي start جوه الورقة يبقى احنا كده شفنا مع بعض وصرحناها ان هي ازاي الورقة تحولت من اللون green بعد كده اليالو بعد كده تحولت blue وده نتيجة ان هي عندي start جوه الورقة جوه اللي نكمل مع بعض هنا عندي تاني experiment بيقولي بقى انا عايز تأكد ان الاكسجين جاز released from the photosense post عايز تأكد ان انا photosense post اللي البلانت بيعملها بياخد carbon dioxide وهيطلع لي اكسجين هنقولها مع بعض وبرده نشوفها experiment بتاعتها حلوة جدا وهبعجبكم اول حاجة بيقولي ان انا هجيب هنا sodium bicarbonate مادة كده اسمها sodium bicarbonate ودي هحطها في جلاس جوه ايه اهمية sodium bicarbonate ووظيفتها ايه قالي ان هي دي اللي هتخلي فيه carbon dioxide اللي بلانت بيكون محتاجها يعني في الووتر هنا هيخلي carbon dioxide ازاي هيحط جواه sodium bicarbonate sodium bicarbonate دي لما ادوضها في المية هتديني carbon dioxide اللي البلانت محتاجه عشان يعمل بيها ايه food sense process طيب وبعدين هجيب نبات نبات يكون من نبات اللي هو طبعا بيقدر يباعيش عيش في المية زي الالودية وابتدي ان انا احطه في الكنتينور اللي فيه water طيب وبعدين قالي بقى هحط كده test tube فوقيها بالمنظر ده وهنشوفها مع بعض دلوقتي عشان اجمع فيها الجاز اللي هيطلع هنا طيب وبعدين قالي الجاز ده بقى انا عايز اتأكد انه هو oxygen gas مش اي حاجة تاني قالي ال oxygen gas لما بيكون فيه حاجة مشتعلة هو بيزود الاشتعال بتاعها فانا هقرب منه حاجة كده مولاعص خفيف لو لقيتها ولاعت اكتر والجلوينج اللي اشتعال بتاع الحاجة دي يبقى انا كده اللي عطلع عندي فعلا oxygen gas لو اتطفت يبقى دامش oxygen gas طب تعالوا نشوف مع بعض اهو 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 ال plant اهو بيجمع هنا اهو شوية من ال plant اهو بيجمعهم اهو بيحطهم كده في ال picker بيجمع اهو ال plant قدامنا اهو وزي اهو بيحطوا في الفانل اللي معانا حطوا خلاص وهيحطوا جوه في ووتر اهو زي ما احنا شايفين كده وبين معانا وجاب كده اهو زي test tube وهيقلبها يغطي بيها ال الفانل اللي معايا اهو زي ما احنا شايفين واضحة كده وهيعمل ايه بعد كده اهو هيحط بقى اهو ال picker bonate اهو sodium picker bonate اهو هيدويبها في الووتر sodium picker bonate ده هو اللي هيخلي فيه carbon dioxide عشان ال plant يعمل photosense process بصوا كده بيقرب لي عليها خالص لو نلاحظ شايفين فيه فقعات كده في بابل صغيرة طالع خفيفة قوي ده ده بيقول لي او بيأكد لي ان فيه جاز طالع لي بره يعني بصوا الووتر الجوتر تحت والجزء اللي فوق ده فاضي طب الجزء اللي فوق ده فاضي عشان هوا اكيد فيه جاز بصوا بقى هو بيشيلها ازاي هيسد من تحت عشان الهوا ما يطلعش وهيجيب حاجة كده مولعة خفيفة هوا هنشوف دلوقتي اهو بصوا مولعة خفيفة خالص بصوا اهو ما يقربها بصوا كل ما يقربها ناحية الاكسجين جاز اللي بيحصل لها او شايفين زي ما قلتلكم بالضبط ان الاكسجين جاز لو فيه اي حاجة مشتعلة جنبها هو بيزود بتاعها او بيزود الاشتعال بتاعها وزي ما احنا شفنا بالضبط هقوله الحاجة المولعة ديها الا هيحصلها انكريز ولما الحاجة دي يحصلها انكريز ساعتها انا هتأكد ان انا ساعتها الاكسجين جاز اللي موجود عندي هو اللي طلع لان الاكسجين جاز من خصائص بتاعته اللي هو وده مهم جدا ان هو بيساعد على الاشتعال صعب الكلام ده كده اخر حاجة هقولها في الفيديو هنا عشان ما يبقاش طويل علينا انه ليه انا حطيت الالو ديه في مكان فيه سوديوم بي كاربونات ليه حطيت سوديوم بي كاربونات هقولونا ان سوديوم بي كاربونات هو ده اللي هيخلي البلانت يبقى فيه كاربون دايكسايد جاز اللي هو محتاجه عشان يعمل فروتوسانس بروسس هنكمل الفيديو الجاي بقي الكلام طب بنقول المعلومتين دول بسرعة وناخد الفيديو الجاي من اول تجيومر انا عندي هنا بيقولي في الفروتوسانس بروسس طبعا الجرين بلانت بيستخدمه الكاربون دايكسايد ويدوني اكسجين جاز هم عشان يعملو اكلوه بياخدو الكاربون دايكسايد طيب بالنسبة للتنفس اي كائن حي بيتنفس بياخد الاكسجين وبيطلع كاربون دايكسايد لأي كائن حي بتنفس اي ان كان هو مين عشان وبيقول لي كمان انه ال green plant بيقول لي ان ال green plant هو اللي بيخلي نسبة ال oxygen ونسبة ال carbon dioxide سبتة ليه لان طبعا احنا بنتنفس oxygen وبنطلع carbon dioxide هو بياخد ال carbon dioxide وبيطلع oxygen فكده النسبة سبتة مفيش حاجة ولا بتزيد ولا بتقلب فاحنا كده خلصنا ال producer وخلصنا كل experiment على ال producer فيديو الجاي الجاي هنتكلم عن consumer ويبقى فيديو صغير ان شاء الله اي حاجة سبوية تحت الفيديو وانا هرد عليكو على طول باي باي